امين اخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلين وكما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ان دعوة التوحيد هي دعوة منصورة ولكنها تحتاج الى سلاح وسلاح هذه الدعوة هو العلم الشرعي في رد باطل اهل البدع والضلال اما الخرمجة البيجاي دي بيقات ما بتمشي في الناس الواحد حافظ له قصيدة واحدة بتاع الصوفية واح اح محافظ غيره دي ما بتغنعناها لزل فدا الان الصوفية بيقوا يا اخواننا ياصلوا لكل افعال الكفر والاشراك بالله سبحانه وتعالى وبيقوا ما خجلانين وصار من تقدم في الصوفية وفي الضلال في السودان وابرز جوانبه المظلمة وسيئاته الفاضحة انه قد يتأهل الى ردبة المدرب في النواد الرياضية كما حصل من اللمين بتاعه الحيران وشيكسي قال الغلب بتاع الهلال الاخير قال لانه ان احنا نازل اشتغلنا له قال ان احنا شغالين في الزكر وجابوا القونة جماعة كوروك يا زول في امتا؟ قالوا له طيب المبارنة اولا غنبوكم له قال المدرب ما جاب له التشكيلة هذا كسمه منه فنجر تعالى رسنا هوس في امتا؟ والشغل ده بقى شغل كفر بالله ويوزع انا بديك نموذجين او نموذج واحد من الكلام الصفحة رغم حداشر من هذه المطوية في ما ينبغي للاولياء عند الصوفية واذا اعتقدت واحد من دل ات بتعتبر خارج ملة الاسلام ما مصري مصلا في امتا؟ اي وحدة من هذه النقاط تخرج الانسان خارج الدين وخارج الملة ومش الملة الاسلامية كل الملل تبقى ما تابع لأي في الرابطة ما بيقبله ما بتبقى تابع لأي حاجة في امتا؟ قال في الصفحة رغم حداشر الا ما ما عند الاولياء من الصفات الصفة الخامسة قال اكرام اكرام الله الاولياء بكون فيكون في امتا؟ دقال ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الاولياء بيكون فيكون والان محمد المنتصر فتحوا له قناة جديدة حيقول فيها كل هذه الكفريات وكل هذه الضلالات ولا يعلم الى اين يذهب الدين في السودان في امتا؟ شاكدوا اخواننا نحن الكلام ده بنقوله هذه قطرة من بحار الكفر البنشوراء الصوفية الآن على الاعلان ونحن الكلام ده بنقوله لك فوقراس اي شيخ طريقة راضي ولا ما راضي في امتا؟ ونحن دارينهم لكن ما بدون معهم مجال اتهاد ديني مجال غناة الشروق فاتحنا للشعبين اولاد الترابي غناة اندرمان فاتحنا لديل وفاتحنا للصوفية قناة النيل الازرق للفنانين والصوفية تلفزون السودان للحقيبة والصوفية ادونا معاكم حاجة وزعوا لنا الشغلانية دي انصار صنة ديل عندهم غنوات وزعاد ما بيّنوا فيها الحق تتاني الاجيشن زون عنده قناة كاملة بينشر فيها مثل هذا الكلام ان الاولياء يقولون للشيء كن فيكن من اعتقد هذه العقيدة فعليه ان يترك الاسلام وان يترك الصلوات وان يترك شعائر الدين طيب قال لا يكفر من قال ان الله تعالى اعطى بعض خواصة اوليائي كرامة اذا قالوا لشيك فيكن قالوا وهو مذهب ابن تيمية كما جاء في الفتاوى الله يتمك بيدربكين يا بلد ابن تيمية بقول كلام زيدي يا كذاب تعال امرك امرك لنا يا كذاب يا مفتري ابن تيمية ما قاعد يقول كلام زيدي فشوف عشان احنا دارين نعرف السلفين طبعا ديلك بعوه فيمت والصوفية اصلا بيانشروا الكلام ده والاخوان المسلمين الان فاتحنا للصوفية فيبقى رسالتنا نحن الاخواننا الشباب والدعاة القاعدين هنا واي زول مسلم قاعد بيسمع في كلامنا لابد تتعلم وتتسلح بالعلم تهمت لانه ده كلام بتاع ضلالات بيفتروا فيه على العلماء وعلى السذج من المسلمين قال قال جاء في الاثر يا عبدي انا اقول لشيك فيكون اطعني اجعلك تقول لشيك فيكون اذا الكلام ما وجد الا في تفاسير الشيعة الكلام ده يوجد في تفاسير الشيعة فيمت ولذلك المشركين لا واعل ربنا في صورة المؤمنون فيمت ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يناظر المشركين باقرارهم بالربوبية ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ربنا قال فسيقولون لله ابو جهل وابو لهب وعقبة ابن ابي معيب سيقولون الكون كله والملكوت كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له والصوفية بيقول لك الاولياء بتعننا بقولوا للشيء يكون فيكون وهذا الكلام ايضا موجود في كتاب طبقات والضيف الله فهمت اي زل زعلان والكلام ما عجبه تمشي تفتح بلاغ ما سأله ان شاء الله البلاغات بنستحمله المحاكم ده يقينها مكيفة اقعد لي اقيل ذاته اقيل لي يوم يومين هناك بدل شغولنا الحار ده المهم الله يتقبل في امتى الحاصل فدعوا الساكت يا اخ زل في كتاب طبقات والضيف الله اخر حاجة قبل ثلاثة سابيع عملت جامعة الخرطوم ندوة واحتفت بهذا الكتاب واعتبرته يمثل مرجعية بالنسبة للشعب السوداني قال في الكتاب ودرجات الاولية على ثلاثة وسطى وصغرى وكبرى فالصغرى ان يطيروا في الهواء وان يمشوا على ظهر الماء والله ما بتقدر تطيره طبعا كله شغل بتعكيضي بساكت انا طير طو وما عارف شنوه كله كله كلام فارغ ساكت في امتى قال والوسطى ان ينطقوا بالمغيبات وده نفس الكلام بتاع اللمين اللمين قال ان احنا الهلال ده اشتغلنا له كويس وفاضل المريخ في امتى والله المريخ انغلبوا الجماعة ده يتشاد بيقلبوا وهابية في امتى ياخد هوا الساكت شخ فكي بريد يعلم الغيب هو يدعي انه يعلم الغيب اذا من الكفر بالله ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قالوا الدرجة التالتة وهي الدرجة الكونية بحيث يقول لشيء كن فيكون وهذه درجة ولد ضفع الله لبتاع طبقات وضفع الله ولد بقول لشيء كن فيكون انت طيب بيسوي شنو انت في انت عشان تعرف الكفر بالله الذي لم يقله حتى ابليس عليه لعنة الله ابليس عليه لعنة الله ما حصل هذه الدرجة من عقائد الصوفية انه يدعي انه او ان غيره يملك ان يقول لشيء كن فيكون وانحنا الان بيقينا في هذا البلد نسأل الله العافية والسلامة البلد دا بيقينا نغنع فوق الناس ان الاولياء ما بقولوا لشيء كن فيكون والله اخواننا والله بسبب الشرك دا ما سيحصل للعباد والبلاد لا يعلم به الا الله عز وجل وسبب كل الصوفية دين ناس محمد المنتصر وناس البرعي وناس شيخ الامين وناس غيرهم من المجرمين ومن المخرفين ومن الضالين ومن المشركين فيمتا؟ الناس مجارمة بيلعبوا على عقائد الأمة الإسامية فيمتا؟ هنا صفحة تزعة بتكلم عن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى عرفتا؟ قال آه مش كده بس أول عاية قال تستغذ بغير الله دا نمرة واحد نمرة اثنان قال إنه عادي الولي ممكن من الجماد أو من الشجر ممكن يقلب بني آدم فيمتا؟ طيب هنا قال ليس بمشرك أو كافر من قال إن جمادا كجذع شجرة مثلا صار بدعوة الولي بشرا حيا وإذا كلك افتراساك وكضاب الولي ذات ما زعم إنه بيدعوه ولكن الولي يزعم أنه من نفسه يحيي الأموات وأن الولي من نفسه يقول لشيء كن فيكون بديك الكلام وبرج عليك لك رمت البرع قال قال حدث قال وذلك في قول الله عن سيدنا عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله قال ابن كثير وكذلك كان يفعل يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل الذي جعل جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله انتهى قلت دصو في قال قلت وإنت من ذاته عشان تقول قالوا إن جرى مثلها على يد ولي تكون دلال على صحة ولايته وكمال صدقية يعني المعجزة بتاعت عيسى إنه ربنا سبحانه وتعالى قال له وإف تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه وفي هذه الآية دلالة على أن عيسى لا يخلق من الطين كهيئة الطير ابتدان إلا بإذن الله ثم ينفخ فيها بإذن الله فكان إذن الله أولا وآخرة أما الولي زي ما نقل عن البرع إنه قام الشيخ دائر له خادم مشى معاه الحوار وفاسه توب وقطعه شجرة وغطى بالتوب هل دا زي عيسى عليه السلام قال ثم جرس بحته وصار يذكر الله بهم عالية ثم قال يا بخيتة يعني كوني بخيتة يعني الشيخ يقول لا شيء كن فيكن دمه الكفر ذاته والإلحاد والشرك بالله سبحانه وتعالى قال فكانت بخيتة في أنت كانت بخيتة ثم قامت هذه البخيتة وخدمت ابنته أو زوجته زمانا ثم توفيت رضي الله عنه طيب الآن ها البخيتة دي القاعدين وين اللي بيخلقوا بخيتة اللي بيقولوا لشيء كن فيكن وين الصوفية دين دار إنهم اشتغلوا لنا حاجات كتيرة اشتغلوا لنا دولار اي اشتغلوا لنا دهب اشتغلوا لنا بترول دي كلهم رقواه لو الأولياء صحي بيقولوا للشيء كن فيكن لكن يا أخواننا نعلم أن هذا من خصائص الله التي انفرض الله سبحانه وتعالى بها إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكن ضربنا سبحانه وتعالى إنه يقول لشيء كن فيكن فيمتى؟ وذي كل عقائضة صوفية الطريقة التجانية الطريقة القادرية الطريقة الختمية الطريقة السمانية غيروا اللامين غيرهم يعتقدوا أن أولياءهم يقولون للشيء كن فيكون ذلك الشيء بكلمة الشيخ لا بكلمة الله سبحانه وتعالى وليس وراء ذلك من الكفر حبة خردل والله الذي لا إله غيره فيمتى؟ يا عقائض غريبة ده غير الاستغاثة بغير الله الاستغاثة قال قام جاب دليل قال في جواز الاستغاثة بغير الله قال ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فقال هنا الاستغاثة هنا من قوم موسى استغاث بموسى عليه السلام وإن ديس ما استغاثة فيما يقدر عليه والمخلوق المخلوق إتوا جاك حرامي تلب بالحيطة وجارك عنده خرطش وجارك زول حرامي قدر محمد المنتصر في امتى ده ما بينزل من الحيطة ساي ياه وقعت الحيطة ياه يقع واحد من الاثنين انت ما بتقدر عليه فده انت بتقول له بتقول يا جاري فلان اضرب الحرامي ده بضربه ده السماء استغاثة فيما يقدر عليه وشرطها ان يكون المستغاث بي حيا وان يكون قادرا يعني ما تمشي لي واحد عميان تقول له اضرب لي الحرامي ده كده ما بتجوز في امتى وده غد يدخلك فيه باب تانية ولذلك النازل يا أخوانا بيجو بيشبه وبيضلالات وباليب يا اخي الشعب السوداني للأسف بيجوزاته ما دائر شبه ما دائر شبه عن النازل هالسلمين ده شبه تشنو شبه تشنو في امتى جايبينه في التلفزيون ها الزول ما بيقرأ الآيات غلط غلما حرم زينة الله التي اخرج عبادي من الطيبات والرزق المزيع قال له ازول انت بتحفظ غران قال له ايوه انا قال له ما باحفظه كله لكن باحفظ كتير كم 26 جزء يا ازول انت بتكذب على منه في امتى عشان تعرف الضلالات البال امه دي بيقاد بس تدفع للناس دي تدفع له في امتى تأكل الناس وترويج في الجرائد وتنشر تنشر الاشاعات الناس تصدقك انك من اكابر اولياء الله سبحانه وتعالى ياخل القروش دي بتعمل في الناس دي عماية شديدة قروش بس اشتروا بها ناس هس دي ذاتهم ما اشترون بقى قروش انت قال له هرجال دي فوقم دي بتكون بقى حقا صوت عالي الحلقة بمية منخفض شوية بقى سبعين البطارية ما شحنتوها من بدري بقى خمسين الناس يتكارك الناس يتكارك بالفكة دي الفكة التعبة الامة دي ولذلك يا اخوانا الناس تتعلم دينا وتتعلم هذا الباطل وتتعلم الرد عليه بادلة الكتاب والسنة لان يا اخوانا دا من اعظم الفساد ومن اعظم الضلال وانا قبل افتح فرصة لا اخونا الشيخ مزميل نذكر الاخوة ان شاء الله بالمحاكمة يوم اللحد المحاكمة بين المدعو اللمين عمر اللمين الفاتح بلاغ في اخونا مزميل طبعا المرة الفاتحة انا حضرت للمحكمة المدعية بتاعته قالت يا اخي الشيخ قال وانا بتكضي بساكن قالت الشيخ قال شيخنا عمر اللمين بيحنن النسوان والوحدة بترفع ليك وراعه بيرسم لها في امتى والرسم دا ما بس ما بعرف انت قايا انت قايا لها شنو ما بس ما بعرف في امتى فالقاضي اجزاو الله خير قال لا اجيب البينة قامت دا ارتفتح البينة قالت والله الكلام دا قالوا في فيديو ومنتشر في الواتساب وين وين كويس افتحوا الفيديو فتحوا الفيديو اول صورة جات عمك قاعد يحنن في النسوان قالت لها دا ما ياهو دا هو ذاته انت ما فهم الحاصل ما عندك دليل وشيخ دا بحنن النسوان تاني افتحي بلاك فيمتى مرتين يحنن وشيخ دا ولقى طريقة بعمل حاجات تانية الميمة نفتح الفرصة لأخونا مزمن